مرحباً بكم في برنامج الادخار للكلية Save for College Program في فيديو اليوم سنشرح خطوات كيفية فتح حساب في خطة NY-529 Direct Plan هناك ثلاث خطوات أساسية ينبغي لأولياء الأمور اتخاذها في إطار برنامج الادخار للكلية وهذه الخطوات نطلق عليها اسم العناصر الأساسية العنصر الأساسي واحد هو تفعيل حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك NYC Scholarship Account الخاص بطفلك والاطلاع عليه وبعد القيام بذلك يتوفر لك الخيار لإتمام العنصر الأساسي اثنان فتح حساب الادخار للكلية الخاص بك وربطه وأخيراً فإن العنصر الأساسي ثلاثة هو إيداع أول مبلغ بقيمة خمسة دولارات في حساب الادخار للكلية الذي تم ربطه يصلط هذا الفيديو الضوء على كيفية فتح أحد خيارات حساب الادخار للكلية المتاحة لك من خلال برنامج الادخار للكلية وهو حساب خطة أنواي 529 Direct Plan حساب 529 عبارة عن نوع من الحسابات مصمم خصيصاً لمساعدة العائلات في الادخار للكلية والتدريب المهني يمكن أن تزيد الأموال في حساب 529 بمرور الوقت وهو حساب يتمتع بمزايا ضريبية ومنها الأرباح المعثاة من الضرائب وخصومات ضريبة الدخل المحتملة التي تفرضها الولاية إلا أن زيادة الأموال في حساب 529 ليست مضمونة وقد تفقد قيمتها يجب عليك قراءة المواد المحددة للإفصاح الخاصة بحساب 529 لفهم ميزات استثمارك المحتمل ومخاطره وبفتح هذا الحساب ستكمل العنصر الأساسي إثنان تتوفر كذلك معلومات تفصيلية عن خطة NY-529 Direct Plan في كتيب الإفصاحات واتفاقية الادخار لدفع الرسوم الدراسية الخاصة بخطة NY-529 Direct Plan أو كتيب الإفصاحات يمكنك تنزيل هذه الوثيقة من الرابط anysafes.org تتضمن هذه الوثيقة الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والنفقات وغيرها من المعلومات ويجب أن تقرأها وتدرسها دراسة متأنية قبل بدء الاستثمار إذا فتحت حساباً في خطة NY-529 Direct Plan فسيطلب منك تأكيد استلامك لكتيب الإفصاحات والموافقة على أحكامه قبل فتح حسابك دعدة طرق للادخار بخلاف خيارات الحساب المتاحة من خلال مؤسسة NYC Kids Rise يمكن للعائلات النظر في هذه الخيارات الأخرى خطة 529 التي توفرها ولايات أخرى أو خطة المدخرات التعليمية التي تعرف أيضاً بحسابات ESA أو Coverdell أو حسابات الإدخار التي تطرحها البنوك أو أنواع أخرى من حسابات الاستثمار ملاحظة مهمة لا تتوفر المزايا والفوائد الخاصة التي يتمتع بها برنامج الإدخار للكلية إلا من خلال خيارات الحساب المتاحة ضمن برنامج الإدخار للكلية تشمل المزايا والفوائد الخاصة ربح المكافآت نظير ربط حسابك ربح المكافآت نظير إيداع 5 دولارات على الأقل في حسابك ربح مطابقة المدخرات ربط حسابك الإدخاري بحساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك NYC الخاص بطفلك يرجى ملاحظة أن مؤسسة NYC Kids Rise ليست مرتبطة بحساب برنامج NYS 529 College Savings Program ولا تقدم نصائح استثمارية ولا تقدم مؤسسة NYC Kids Rise توصية عن مدى ملاءمة خطة NY529 Direct Plan لك أو لعائلتك ولا تحثك مؤسسة NYC Kids Rise على المضي قدماً إلا إذا كنت قد قررت أن خطة NY529 Direct Plan مناسبة لك إذا قررت فتح حساب جديد في خطة NY529 Direct Plan وربطه أو كنت بحاجة إلى ربط حساب حالي فاتبع الخطوات الواردة في هذا الفيديو قبل أن نبدأ ستحتاج إلى ما يلي اسم المستخدم الخاص بك في Savings Tracker أداة تتبع المدخرات التابعة لمؤسسة NYC Kids Rise وكلمة المرور رقم الضمان الاجتماعي SSN ورقم تعريف دافع الضرائب ITIN رقم SSN أو رقم ITIN لطفلك عنوان منزلك وعنوان منزل طفلك تاريخ ميلادك وتاريخ ميلاد طفلك يصاب بما يلي الإسم وتاريخ الميلاد للشخص الذي تريده أن يمتلك الحساب في حال وفاتك للبدء سننتقل أولا إلى الموقع الإلكتروني nykidsrise.org ستنقر بعد ذلك على زر إعادة تسجيل الدخول ذي اللون الأصفر وقم بالتمرين لأسفل وصولا إلى مربع مكتوب عليه إعادة تسجيل الدخول سينبثق مربع يشير إلى المتابعة عندما تضغط على متابعة سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول على أداة Savings Tracker أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرور Savings Tracker وانقر على تسجيل الدخول في أداة Savings Tracker ستجد زراً على المخطط البياني الخاص بطفلك يشير إلى إنشاء أو ربط الحساب اضغط على هذا الزر لتنتقل إلى موقع خطة NY529 Direct Plan وإكمال طلبك سينبثق مربع يخبرك بأن الضغط على موافق سيتسبب في مغادرتك Saving Tracker وانتقالك إلى الموقع NYSaves.org إما لإعادة تسجيل الدخول في حساب 529 الخاص بك القائم لتتمكن من ربط ذلك الحساب بحساب المنح الدراسية لمدينة نيويورك NYC الخاص بطفلك أو فتح حساب خطة NY529 Direct Plan وربطه بحساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك NYC الخاص بطفلك اضغط على موافق للمتابعة ستلاحظ أنه بمجرد انتقالك إلى الموقع الإلكتروني NYCaves تظهر كل المعلومات باللغة الإنجليزية يمكنك ترجمة محتوى الموقع إلى اللغة الأسبانية بالضغط على شكل الكرة الأرضية الأصفر الصغير ثم كلمات Aspanol الإسبانية في الركن العلوي الأيمن وتنزيل نسخة ورقية من الطلب باللغة الإسبانية على أن الطلب عبر الإنترنت لا يتوفر إلا باللغة الإنجليزية تحت زر Continue المتابعة ستجد العبارة Enroll Now التسجيل الآن باللون الأزرق اضغط على تلك العبارة لبدء إكمال طلبك سيطلب منك إدخال اسمك الأول واسم عائلتك ورقم هاتفك وعنوان البريد الإلكتروني وإنشاء كلمة مرور للموقع والتي ستدخلها مرتين ثم ستضغط على زر Get Started البدء الوردي اللون للمتابعة ترجمة نانسي قنقر ستسأل عندئذ عن مصدر معرفتك بالخطة حدد الإختيار الأدق من وجهة نظرك من القائمة المنسدلة للمتابعة اضغط على زر Continue Enrollment متابعة التسجيل الوردي اللون ستسأل عندئذ عن عنوان محل إقامتك بما فيه اسم الشارع ورقم البناية والوحدة السكانية والمدينة والولاية والرمز البريدي ستجد مربع اختيار يتضمن علامة اختيار بشكل افتراضي ما يشير إلى أن هذا العنوان هو عنوانك البريدي أيضاً إذا لم يكن ذلك هو عنوانك البريدي يرجى إزالة علامة الاختيار من المربع وإدخال عنوانك البريدي الصحيح يرجى إكمال هذه المعلومات ثم الضغط على الزر الوردي Continue المتابعة سيطلب منك إدخال رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك أو رقم تعريف الممول الضريبي الفردي وتاريخ ميلادك وحالة مواطنتك يرجى العلم أن الخيارات الواردة ضمن حالة المواطنة هي مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم وتعريف الأجنبي المقيم الذي تستخدمه خطة هو تعريف مصلحة الضرائب تعتبر كمصلحة الضرائب أجنبياً مقيماً في الولايات المتحدة لأغراض ضريبية إذا اجتسى إما اختبار البطاقة الخضراء أو اختبار الوجود الأساسي في السنة الميلادية 1 يناير كانون الثاني إلى 31 ديسمبر كانون الأول لمعرفة المزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب سيتم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية التي ترسلها إذا اخترت فتح حساب خطة NY529 Direct Plan في سجلات خطة NY529 Direct Plan يرسل حساب NY529 بعض المعلومات حول مالكي الحسابات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية Internal Revenue Service IRS وإدارة الضرائب والمالية بولاية نيويورك New York State Department of Tax and Finance للأغراض الضريبية سيطلب منك بعد ذلك إكمال معلومات عن طفلك ستلاحظ في الجزء العلوي من الشاشة أنه يشار إلى طفلك أو الطالب بصفته المستفيد ستقدم معلومات بما في ذلك الإسم الأول وإسم العائلة وحالة الإقامة ورقم الضمان الاجتماعي أو معلومات ITIN وحالة المواطنة سيطلب منك بعد ذلك إكمال معلومات عن طفلك ستلاحظ في الجزء العلوي من الشاشة أنه يشار إلى طفلك أو الطالب بصفته المستفيد ستقدم معلومات بما في ذلك الإسم الأول وإسم العائلة وحالة الإقامة ورقم الضمان الاجتماعي أو معلومات ITIN وحالة المواطنة ترجمة نانسي قنقر عند الانتهاء من الإكمال اضغط على كونتينيو متابعة سيتم سؤالك بعد ذلك عما إذا كنت ترغب في إضافة وريث إلى حسابك يتولى الوريث إدارة الحساب للمستفيد أي طفلك في حال وفاة مالك الحساب ويمكنك تخطي هذا القسم أو إدخال معلومات الوريث بما في ذلك الإسم الأول واسم العائلة ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد والضغط على كونتينيو متابعة يجب عليك بعد ذلك اختيار استراتيجية استثمار لحسابك تتاح لك الخيارات محافظ على أساس السن اجد بيست أو محافظة فردية انفيجوال إذا كنت تفضل اختيار مزيج خاص من الاستثمارات ليتم استثمار ودائعك فيه يمكنك اختيار المحافظ الفردية أما إذا كنت تفضل أن يتم اختيار مزيج من الأسهم والسندات من أجلك بناء على درجة تحمل المخاطر يمكنك انتقاء خيار قائم على السن باستثمارات مدارة بناء على عمر طفلك ويمكنك تغيير اختيارات الاستثمار الخاصة بك حتى مرتين في كل سنة تقويمية لأغراض هذا الفيديو سنمضي قدماً في الخيار القائم على السن يرجى ملاحظة لا تقدم مؤسسة NYC Kids Rise نصائح استثمارية ولا توصي باختيار المحافظ القائمة على السن أو المحافظ الفردية يجب عليك اتخاذ القرار الأفضل لعائلتك في المحفظة القائمة على السن يجب عليك اختيار مستوى المخاطرة conservative محافظ أو moderate معتدل أو aggressive هذا الأمر متروك لك تماماً ولا تستطيع مؤسسة NYC Kids Rise أن تقدم لك النصيحة بشأن الخيار الأفضل للاختيار انقر على كل مستوى للمخاطرة لمعرفة المزيد من المعلومات لمعرفة أي نوع من المستثمرين أنت انقر على Learn More معرفة المزيد أسفل الزر conservative محافظ لمعرفة المزيد من المعلومات انتقل إلى nysafes.org وانقر على Which investments should I choose ما الاستثمارات التي يجب أن أختارها؟ ستجد أنه عند الضغط على أحد أزرار مستوى المخاطرة سترى مزيجاً من الأسهم والسندات المستخدمة لهذا المستوى من المخاطر وكيفية تحوله تدريجياً مع اقتراب طفلك من سن الكلية إلى أن يصبح أكثر تحفظاً لمحاولة الحفاظ على رأس المال انقر على Continue متابعة بمجرد اختيارك لمستوى المخاطرة الخاص بك عند هذه النقطة يكون عليك تحديد كيفية ضخ الأموال في هذا الحساب تتوفر لك عدة خيارات تتضمن ربط حسابك البنكي لعمل إيداعات لمرة واحدة أو متكررة شك أو حوالة مالية إيداع مباشر من صاحب العمل أو إعادة توظيف الأموال من خطة سداد الرسوم الدراسية المؤهلة الحالية بمجرد تحديد كيفية ضخ الأموال في حسابك يمكنك اختيار إضافة مستفيد آخر يمكنك إضافة أطفال آخرين إذا رغبت على الرغم من أن الأطفال الأكبر سناً قد لا يكونوا مؤهلين لبرنامج الإدخار للكلية يظل بإمكانك الدخار المال من أجلهم في هذا الحساب اضغط على يس نعم إذا أردت إضافة مستفيد آخر أو نو لا إذا كنت تريد إنهاء الأمر لإضافة المزيد من الأمان إلى حسابك سيطلب منك اختيار اسم مستخدم للحساب سيكون عليك استعمال اسم المستخدم هذا ومعه كلمة المرور التي حددتها في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى حسابك وسيطلب منك بعد ذلك أن تختار أسئلة الأمان وتضيف إجابتك عنها قد يتم طرح هذه الأسئلة عليك للتحقق من هويتك في المرة القادمة التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حسابك سيطلب منك بعد ذلك اختيار صورة أمان مرتبطة بحسابك وعبارة أمان وهذه إجراءات إضافية لتأمين حسابك بعد ذلك سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في تفعيل يوغيفت يتيح يوغيفت للأصدقاء والعائلة مساعدتك في الإدخار من أجل دخول طفلك الكلية وتدريبه المهني في المستقبل عن طريق إيداع الأموال في حسابك باستخدام رمز خاص مرتبط بحساب طفلك فقط وهذه ممارسة آمنة ومضمونة لأن أفراد العائلة والأصدقاء يمكنهم الإيداع ولكن لا يمكنهم الوصول إلى معلومات حسابك نوصيك بتحديد المربع وتفعيل رمز يوغيفت الخاص بك هذا لا يعني أنه سيكون هناك أي التزام على الأصدقاء وأفراد العائلة للإدخار بل هو مجرد وسيلة تيسر ذلك الخيار سيتم سؤالك بعد ذلك عن الكيفية التي ترغب في استلام المراسلات بها يمكنك اختيار البريد الإلكتروني أو العادي يجب عليك بعد ذلك قراءة شروط الموافقة على التسليم وإذا وافقت فاضغط على الزر I agree أوافق أدنى أكمل هذه الصفحة بالضغط على Continue متابعة سيطلب منك بعد ذلك مراجعة جميع المعلومات التي أدخلتها للتأكد من صحتها يمكنك تعديل أي قسم من خلال الضغط على الزر الأبيض Edit تحرير على يمين القسم يجب عليك بعد ذلك مراجعة الشروط والأحكام والنقر فوق مربع الاختيار الموجود بجوار عبارة I acknowledge أقر بأن للإقرار بأنك قد قرأتها واضغط على زر التوقيع Sign الوردي اللون لإنهاء طلبك وفتح حسابك نظرا لأننا اخترنا تمويل حساب طفلك بشك فسترى صفحة بها قسمة قابلة للطباعة يمكنك تضمينها عند إرسال شك بالبريد لتمويل الحساب للإنهاء اضغط على زر المتابعة Continue الوردي اللون وأخيرا ستنتقل إلى صفحة يجب قراءتها بعناية كبيرة بالضغط على الزر الأزرق أصرح I Authorize في أسفل الصفحة فإنك تربط حساب خطة NY529 Direct Plan الخاص بك بحساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك NYC الخاص بطفلك وهذا يعني أن تتمكن مؤسسة NYC Kids Rise من الإطلاع على اسم المستفيد الذي حددته ورصيد الحساب وسجل المعاملات على الحساب سيسمح لك هذا أيضا بعرض رصيد حساب 529 الخاص بك من Savings Tracker لن تتمكن مؤسسة NYC Kids Rise من تحويل الأموال أو سحبها من حسابك بمجرد الضغط على I Authorize أصرح ستتم إعادتك إلى Savings Tracker وستظهر لك نافذة منبثقة بها اسم طفلك اضغط على موافق لربط حساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك NYC الخاص بطفلك بحساب 529 الذي أنشأته للتو وبذلك تكون أكملتك كل الخطوات لقد أنشأت بهذه الطريقة حساب خطة NY529 Direct Plan وربطته بحساب المنحة الدراسية لمدينة نيويورك NYC الخاص بطفلك لقد أكملت العنصر الأساسي إثنان سترى علامة تبويب لحساب 529 باللون الوردي وزراً جديداً بعنوان إدارة حساب 529 والذي سيتيح لك الوصول إلى حساب 529 الخاص بك مباشرة من خلال Savings Tracker وقت ما تشاء بمجرد أن تكون جاهزاً للخروج من Savings Tracker ما عليك سوى التمرير مرة أخرى لأعلى الصفحة والنقر على تسجيل الخروج في أعلى الجانب الأيمن شكراً لك على مشاهدة هذا الفيديو نأمل أنه كان مفيداً